إسرائيل بما لديها من أسلحة لديها جيش قوي لديها عتاد لديها تتسليح لديها دعم هل لم تكن تستطيع وحدها أن تحارب المقاومة أن تدك غزة كما تدكها الآن إشارات المجيء أو الحضور الأمريكي المكسف الخضور الإنجليزي البريطاني الحضور الألماني الفرنسي كل هذه القوة جاية لمجرد محاربة 2 مليون عزل مش قابلين يتحركوا في مساحة صغيرة جدا أولا إسرائيل هي قوة كبيرة في الأقليم يعني واحدة من أقوى الدول في الأقليم وعندها التكنولوجي عالي في التسليح والولايات الأمريكية ما تبخلش عليها في التكنولوجي هي عندها كمان صناعات عسكرية متطورة هي متطورة فيها قادرة على أنها تضرب غزة بالكامل بمفردها ولكن تحس تشعر أن قبل هذا الصراع كان هناك تمهيد له تمهيد إسرائيل تعلم تماما وأجهزة استخباراتها تعلم ما يحدث وكيف تفعل حماس أو مخطط حماس أنا أشعر بهذا لكن إسرائيل بتستخدم لغة أنت حضرتك عايز تقول أنهم كانوا يستطيعوا الصد ولكنهم سامحوا بما يحدث أتخيل في جزء منه هكذا لأن أجهزة الاستخبارات عندها في هذه المنطقة قوية للغاية وعنده مناديب ومصادر داخل قطاع غزة 24 ساعة بيتعامل معه وهناك تعاون دولي استخباراتي مع دول سواء دول دولية أو دول في الأقليم بيتبادل معلومات بهذا الشعب إسرائيل قبل الصراع بدأت بتتبنى خطاب غريب شوية خطاب المظلومية وهي دائما شطرة فيه يعني حتى في الاحتفال أعياد أكتوبر كنت على إحدى القانوات بنحل الروايات التي تتحدث عن حرب أكتوبر بعد 50 سنة تخيلت قبل أن أقرأ الروايات أنها أرى رواية عن انتصارات وأمجاد لا ده كان كلها مظلومية بيتحدثوا عن أن مصر انتصرت في 73 ولغة الانهزابية وتأثيرها على المواطن الإسرائيلي وماذا فعلت به دي كان رواية اسمها الرصيف ثم رواية أخرى اسمها جلدة تحدث عن جلدة مئير فرقت على الفيلم أول رئيس أشفت حضرتك فلغة المظلومية حتى كان قبل القصف ولغة الخيانة والتهم روسيا ومصر بالخصة والخيانة بالضبط كده اللغة هم محترفين فيها فشعرت أن هناك في حاجة هتحصل خلال الفترة القادمة ربما إسرائيل تمهد لأفعال ولكن هتتحدث عن لغة المظلومية عشان نقول التواجد الأمريكي يجيه إزاي حصل الأحداث بدأ يتبنوا خطاب إعلامي مبني على استراتيجيات معينة على ثلاث استراتيجيات أولا يشيطن منها داعي يشيطن منها حماس ويحولها إلى داعش يستغل المخيلة العالمية اللي شافت داعش اللي بتقتصب الأطفال خاصة في عقلية الأوروبيين وعقدة الإسلام وفوبيا اللي عند الأوروبي كمان شبه ما حدث بالهوليقسط ودي برضو لها تأثير شبه ما حدث بأحداث 11 سبتمبر فأحيى لدى الأمريكي للشعب الأمريكي أحداث وتداعيات 11 سبتمبر دي استراتيجية الحقيقة والولايات المتحدة الأمريكية أكدتها له للعقلية الأوروبية ثم استراتيجية أخرى ودي بنسميها استراتيجية الترهيب وهي الولايات المتحدة فور الأحداث خرجت وأرهبت العالم أنه لازم يدين حماس سافرهم في مجلس الأمن كان يضغط على السفراء بأهمية إدانة حماس وضغطوا على المنطقة بالكامل سواء المنطقة العربية حتى محمود عباس لغة خطابه لو حضرتك تلاحظ اتغيرت دي بنسميها استراتيجية الترهيب الدول كلها زي حدث 11 سبتمبر لو حضرتك تتذكر ما ليس معنا فهو ضدنا نعم واستراتيجية أخرى وهو نزع الإنسانية من على الفلسطينيين بمعنى وصفهم بحيوانات حيوانات بالزبط كده فبالتالي قتلهم وقتل نسائهم ده أمر مستباح وأطفالهم وأطفالهم فهذا دول حيوانات العربي مكانه القبر دي الاستراتيجية الإعلامية ويقول الولايات المتحدة الأمريكية لأنها بتضغط وداعمة بقوة إلى أن وصل الأمر إلى تجيش المنطقة وإتيان بقواعد عسكرية نجي بقى نقول لماذا أولاً الولايات المتحدة الأمريكية لها استراتيجية في المنطقة يجب أن نعلمها هي تتطفق تماماً مع مطالب إسرائيل من المنطقة إسرائيل لها استراتيجية أولاً عايزة تحجم منطقة حماس لها طبعاً أغراض سياسية وهو الهروب من المشاكل الداخل اللي ناتنياهو دائماً مالعب على سياسة حفة الهوية عنده مشاكل في الداخل بسبب مشكلة القضاء وبالتالي عايز يحقق انتصارات فيختار عدو أي عدو سواء بقى الجهاد أو حماس فاختار حماس ده حقق منه نجحت لكن عنده أهداف غير معلنة زي أهداف مثلاً التخلص من القضية الفلسطينية وتقزمها وجعلها قضية إنسانية فقط تصفية القضية الفلسطينية ورميها على دول الجوار وفكرة النزوح الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب ثم إلى دول الجوار وهذا موضوع قديم الحقيقة نتكلم عن سينا وعن الأردن من 2004 عشان بردو نبقى واضحين وهو الموضوع ده اتفتح ويتفتح في 2008 وعلى مر في فترة الرئيس مبارك لكن اتفتح وكان رافض اتفتح في 2011 اتفتح في عهد ترامب وحتى الشارع بدأ يردد صفقة القرن وكان موضوع عليه غموض لإني مش واضح معالمه الولايات التحدة الأمريكية موافقة على هذا المشروع بايدن منذ أن كان نائب الرئيس أوباما لديه مشروع يتعلق بالمنطقة سواء في العراء وتقسيم العراء إلى سنة وشياء أقراط سواء في سوريا أو سواء في فلسطين وعنده هو يؤمن بحل الدولتين ولكن حل الدولتين وفقا لأمن إسرائيل لتحقيق أمن إسرائيل بعيدا عن المصالح الفلسطينية يبقى الجزء بتاع إسرائيل الولايات التحدة الأمريكية والغرب موافقين عليه الجزء بقى الآخر وهو جزء من استراتيجية الصراع الدولي في المنطقة الولايات التحدة الأمريكية تشعر أنها تركت المنطقة لفترة فحصل تدخل روسي كانت خلاص رمتنا خالص وكانت بعدت لفترة من الفترات بالضبط في تدخل إيراني بقوة في أزرع لإيران في المنطقة في تواجد صيني وطموحات صينية والحديث عن طريق الحرير واستثمارات يبقى لازم تتواجد في هذه المنطقة وبقوة وبرضو تستخدم لغة الترهيب للمنطقة بالكامل حتى يتنفذ هذا المشروع ينفذ هذا المشروع وكمان تمنع عملية المواجهة الشملة في الإقليم إسرائيل بتدفعها أنها تتورط في حرب مع إيران والولادة تحدى الأمريكية ربما تكون حريصة أنها ما تدخلش في هذا عملت ضربات على الإبنان ممكن تعملت ضربات على اليمن إحنا منتظرين حرب يتسع مداها فيما يتعلق بإيران هناك جنتلمان أجريمنت كده ما بين الولادة تحدى الأمريكية وإيران إن المناوشات بسيطة من بعيد ومن خلال الأزرع المسلحة وليس صدام صدام وليس صدام حزب الله ميليشيات في سوريا حزب الله الحسين طيب أستاذ نحرتك نروح للدكتور